موسيقى في المجال لهذا اليوم وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي والحثيون يواصلون قصف جنوب السعودية وفي السودان الحديث عن تشكيل حكومة تكنقراط معكم محمد عمر والبداية بالعنوي وفاة محمد مرسي أولي رئيس مدني منتخب في مصر أثناء جلسة محاكمته في القاهرة الحثيون يقصفون مجددا مطار أبهى جنوب السعودية ويتراجعون عن تهديدات بقصف ناقلات النفط في البحر الأحمر وفي السودان كتل سياسية تطالب بحكومة تكنقراط ومقترحات وساطة جديدة بين العسكري وقوى التغيير والأخيرة تعلن خطة للتصعي بعد نحو ست سنوات من الاعتقال والحبس الانفرادي والإهمال الطبي ها هو الموت يغيب محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته في العاصمة المصرية القاهرة مرسي الذي تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري في العام 2013 حرم لسنوات من زيارة أهله حيث تحدثت أسرته عن إهمال متعمد لحالته الصحية ومنع عرضه على الأطباء أو حتى لالتقاء بمحاميه الرئيس التركي رجل طيب أردغان نعى الرئيس محمد مرسي واصفا إياه بالشهيد وقدم تعازل أسرته وللشعب المصري في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي أمن الرئيس مرسي توفي بهذا الشكل أثناء محاكمته وبعد أن طلب من القاضي الحديث ثم سقط مخشيا عليه ليتبين وفاته لحل فعلا محمد كما ذكرت كما أثارت وفاته ردود فعلا حقوقية ودولية أيضا إذن كما ذكرنا توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال جلسة محاكمته بالقضية المعروفة يعلميا بقضية التخابر وحسب التلفزيون المصري الرسمي فإن مرسي طلب خلال جلسة محاكمته الكلمة من القاضي وسمح له بذلك وعقب رفع الجلسة وصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها لينقل الجثمان إلى المستشفى في مقال حقوقيون إن مرسي عانى من إجراءات وصفت بالانتقامية منذ الانقلاب عليه في الثالث من يوليو عام 2013 حيث وقت ما يخفأه قصريا لمدة أربعة أشهر بمعزلنا عن أسرته حتى ظهر في المحاكمة الأولى بأكاديميات الشرطة في الرابع من نوفمبر من العام ذاته خضع مرسي للحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات في سجن المزرعة بمنطقة سجون طورة دون ذكر الأسباب وحينها أكدت أسرته عدم تمكن ذويه من زيارته سوى مرتين الأولى في سجن برج العرب في نوفمبر 2013 والثانية في يونيو 2017 بسجن المزرعة كما تعرض مرسي على مدار ست سنوات من الاعتقال لإهمال طبي متعمد ففي نوفمبر 2017 اشتكى مرسي للمحكمة من الإهمال الطبي الذي يتعرض له في السجن مؤكدا أن حياته في خطر كما تقدم محام مرسي بطلب للمحكمة للعلاج في أغسطس 2015 ورغم تصريح المحكمة بانتداب طبيب متخصص في مرض السكر إلا أنه لم يحضر لم يتمكن محمد مرسي من التواصل مع محاميه أو مع القضي بسبب وضعه في قفص حاجب للصوت أثناء المحاكمة ولم يتم تمكينه من الحقوق القانونية للمؤتهم أثناء المحاكمة من جانبه نعى الرئيس التركي رجب طيب أردغان محمد مرسي قائلا إنه مات شهيدا بعد سنوات من الاعتقال أولا ندعو بالرحمة لأخينا وشهيدنا مرسي وكما نعلم السيسي الظالم الذي جاء للحكم عن طريق الانقلاب أعدم حتى اليوم نحو خمسين مصريا وبقي الغرب صامتا تجاه ما حدث دول الاتحاد الأوروبي تمنع أحكام الإعدام في دولها وتشارك في قمم عقدها القاتل السيسي واليوم قضى مرسي شهيدا عزاؤنا للشعب المصري جميعا في هذا الحدث إذن رحل أول رئيس مدني منتخب في مصر بعد سنوات من القمع والاعتقال والمحاكمات التي وصفت بالملفقة رحل مرسي رفضا الاعتراف بانقلاب عسكريا حول مصر إلى ما يشبه السجن الكبير بحسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية إليك محمد للحديث أكثر حول هذا الموضوع أنه رحب بضيفنا في الستوديو الأستاذ عادل راشد وهو عضو البرلمان المصري السابق أهلا ومرحبا بك دكتور عادل دكتور بداية كيف استقبلت نبأ وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجالهم صدقوا معاهد الله عليه فمنهم انقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اتداء أن نعزي أنفسنا ونعزي الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية في وفاة الشهيد البطل الرئيس محمد مرسي الحقيقة هذا أمر لا أصدم الآخرين به إذا قلت أنه متوقع من هذا النظام الغادر الخائن المنقلب أن يفعله في أي لحظة أنا أقول أن جريمة اغتيال الرئيس محمد مرسي جريمة قتل عمد مكتمئة الأركان سواء هذا القتل العمد سريع الخطوات أم ببطء دست له السم وضعت له أشياء فعل به شيء لا نعلم من الذي حدث وخاصة بعد تنبيه وتنويه الرئيس محمد مرسي قبل ذلك وخاصة في نوفمبر 2017 أنه حياته يتهددها الخطر هو مجرد منع الإجراءات الطبية وهو صاحب مرض فهذا أيضا يدخل يعني أنا لا أميله كثيرا لمسألة له أنه اغتياله أو قتله بالإهمال الطبي فقط أنا أقول أنه متعمد هناك جريمة قتل عمد إذا أرادوا أن يبرئوا أنفسهم من ذلك فنحن نطالب بلجنة تحقيق دولية وتشريح لجسة الرئيس محمد مرسي علي رحمة الله وإعلان مسألة منظمة عفل الدولية أو بعض المنظمة أنا قرأت سريعا وأنا قادم أنه قالوا تحقيق مصري شفاف يعني أين أتيت تحقيق المصري الشفاف يعني إذا كان هذا القاضي الظالم والشرطي الفاجر والإعلامي الداعر كل هؤلاء توطوا على الرئيس محمد مرسي أين تأتي الشفافية للجنة ستحقق فيه بعد وفاة بيان أنيابة العامة المصري بشأن الوفاء اليوم هل تراه مقنعا أو هل وصلتكم أي معلومات عن حقيقة ما جرى مع الرئيس فعلا هو أنا عايز بيستسأل هو النيابة العامة دي مش اللي هي كيفة الجنح وجنايات وجرائم للرئيس محمد مرسي يعني أغرب التكييف لاتهام النيابة العامة عندما توجه الاتهام لرئيس دولة بالتخبر مع دول أخرى الأصل أن الرئيس يتخبر مع الدول الأخرى يتكلم معهم يأخذ منهم أكبر ويأخذهم أكبر بحيث أنه يصنع اتفاقات للدولة يعني كيف يكونوا رئيسا أصلا يعني اتهامات حتى تدعو للسخرية يقول لك ده التخبر مع دولة أخرى يعني ماذا يصنع الرئيس طبعا نيابة العامة تحفظت على الكاميرات المراقبة والكاميرات الموجودة تحفظت على كاميرات المراقبة وتحفظوا على المحامين وعلى بعض الأهالي وبدأوا خرجوهم شيئا فشيئا وحالة للسنفر القصوى للجيش والشرطة في شوارع وميدين مصر وصلا انت تخشى من الرجل وحيا وتخشى منه وهو ميت يعني يعني مسألة أذر رعب بالنسبة لنظام الانقلابي لأنه يحس زي ما يقول مصرين البطح على راسه يعني هو يحس أنه فعل شيئا جريما أصلا وثم أن رئيس محمد مرسي اغتياله من اللحظة الأولى اغتيل معنويا وهو رئيس عندما ترك وسائل الإعلام الفاجرة أنه تتناول على هذا النحو ثم اغتيل ماديا على هذا النحو عندما يحل بينه وبين محاميه وبين زيارة أهله وبين قبيبه وهكذا الداخلية المصرية أعلنت حالة الاستنفار القصوى أمنيا هل تتوقعون أي ردود فعل في الشارع المصري اللهي أنا قلت منذ قليل أن الرئيس محمد مرسي لا يمثل الإخوان المسلمين ولا حزب الحرية والعدالة إنما هو رمز هو الرئيس المدني المنتخب الرئيس المدني المنتخب منذ سبعة ألف عام يعني لم ينتخب رئيس يعني بعض الناس يقولوا منذ 52 لا هذا من يعطيني واحد اسم رئيس مدني منتخب قبل ذلك في مصر لم يحدث وبالتالي الرئيس محمد مرسي رمزي لكل المصرية أنا أهب بكل الفصائل للشعب المصري وكل أحزاب إن أنا داعي الأيدولوجيات والخلافات والإنشاء وقد وضحت لكم الحقائق علمتم ما حدث لكم على أيدي السيسي من غلاء فاحش ومن قمع ومن قهر ومن سحل ومن صحق ومن كل أشكال ظلم ومن بيع مقدرات وخيرات مصر وتهديد مستقبل أولادها واعتقال البراء وسحل الشرفاء كل هذا أصبح واضحا جليا الذي كان من قبل لا يرى هذا أعتقد أن ذلك أصبح واضحا جليا وبالتالي أنا أقول أنه ينبغي على الشعب كله أن يعلن غضبطه لما حدث لأن اغتيال الرئيس محمد مرسي واغتيال للأمل في التغيير رئيس الذي جاء من قاع الريف ثم أصبح أستاذا الجامعة ثم رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الأحزاب في البرلمان المصري ثم رئيسا للجمهورية فيمثلوا الأمل في التغيير فعندما يقتل هذا الأمل فلا أمل المصريين بعد ذلك وبالتالي عليهم أن ينطفد الجميع أن ينطفد من أجل إنقاذ هذا الأمل المتبقى في نفسه المصري الدكتور عاد الراشد عضو البرلمان المصري السابق أشكرك شكرا جزيلا ألاحفو كثفت جماعة الحوث اليمنية هجماتها على مواقع حيوية داخل السعودية حيث أعلنت اليوم عن هجوم جديد بطائرة مسيرة استهدف مطار أبهى الدولي جنوبية المملكة ومنذ الأربعاء الماضية تعرض المطار المذكور لهجمات متكررة كان أعنفها هجوم بصاروخ مجنح أسفر عن جرح 26 مسافرا منذ أيام ومطار أبهى الدولي جنوبية السعودية يرزح تحت هجمات بطائرة مسيرة يطلقها الحوثيون باتجاه مرافق حيوية داخل المملكة هجمات فرضت معادلة جديدة في حرب الجماعة مع التحالف الذي تقوده الرياضة أخر تلك الهجمات وقع فجر الاثنين حيث أعلن هجوم جديد أوقف الملاحة الجوية في مطار أبهى الدولي لكن أعنفها وقع الأسبوع الماضي بعد أن استهدفت الجماعة المطار بصاروخ كروز منقعة 26 جريحا استمرار اختراق الدفاعات السعودية أثبت قدرة الحوثيين على تشكيل تهديد حقيقي للرياض التي بدت وفقا لمراقبين غير قادرة على إيقاف هجمات توسعت أهدافها وشملت العديد من المرافق الحيوية بينها منشآت نفطية لا يكتفي الحوثيون بمهاجمة الداخل السعودي فهم يعتبرون أن أي سفينة في البحر الأحمر أو بحر العرب هدف مشروع في إطار ما يسمونه العدوان السعودي على بلدهم لكن ثم تامن يربط تصاعد هجماتهم بالتوتر الذي تشهده المنطقة بين طهران وواشنطن وما تبع ذلك من هجمات خطيرة في المياه الخليجية والتي شكلت تهديدا حقيقيا للملاحة البحرية وإمدادات النفط العالمية وفي وقت تنأفيه طهران بنفسها عن هذه الهجمات ثم تمن يعتقد أن تكثيف الحوثيين هجمتهم على أهداف سعودية رسالة المراد منها تذكير الولايات المتحدة وخلفائها بقدرة إيران على التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة وأن أي استهداف لها لن يبقى داخل حدودها للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم لنا من الرياض الخبير الاستراتيجي السعودي الأستاذ محمد لقبيبان أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد أستاذ محمد كيف تفسر هذه الهجمات المتصاعدة من قبل الحوثيين على الداخل ومواقع حيوية في الداخل السعودي سأل أستاذ محمد أستاذ المشاهدين يعني أنا أفسر هذا في عديد من النقاط بصراحة تندرج أن النقطة الأولى وأنا أراها لا تندرج تحت العمليات تحت عمليات عسكرية هي عمليات إرهابية لأن استهداف مطار وممكن أن تتساءل أستاذ المشاهدين أين هي الحمايات الجوية صحيح كنت أسل هذا السؤال لماذا لم تنجح الحماية الجوية السعودية في صد هذه الهجمات لا هو شوف إذا حصل اختراق واحد أو اثنين في ظل يعني العديد من الهجمات المستمرة بطائرات بدون طيار وحتى طائرات الدرونز يمكن ما ذكرتها في النشرة أو ما تابعت المشهد من قبل لكن هناك العديد من العمليات تم إجهاضها أو الذي حصل لمطارها مرة أخرى أكد لك سيد محمد أنه لا ينتمي ولا يندرج تحت العمليات العسكرية أستاذ محمد قبيبان تحدثنا عن صد القوات والدفاعات الأرضية السعودية لعدد من الهجمات إسقاط طائرات مسيرة إسقاط صواريخ كانت تستهدف منشآت حيوية داخل المملكة السعودية لكن السؤال هذه الهجمات ليست مفاجأة بالنسبة للسعودية فكان الحوثيون قد أعلنوا أن لديهم أهدافا تبلغ أعدادها حوالي 300 هدف حيوي داخل المملكة سيقومون باستهدافها إذن لديهم فكرة مسبقة أن الحوثيين ينوون تنفيذ مثل هذه الأهجمات لا تركز سيد محمد على أنه مثلا الحوثيين أنت حضرتك ذكرت أنه في ربط للتوتر في المنطقة ومحاولة نائي النفس طهران بما تدعينه نائي النفس أو النقطة الثالثة أنه هناك رسالة من طهران إلى المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة في ظل هذه الضغوط الاقتصادية والوضع المتوتر في المنطقة أنا أربطها كلها جميعا يعني يجب أن نتذكر حاجة مهمة بأن الحوثي كقدرات لا يوجد لديه هذه القدرات نعم أربع سنوات قد يكون هناك إعادة بناء ولكن كجماعة ميليشاوية لا تمتلك إلا تستفيد من من يدعمها خارجيا وإلا اليوم أنا كنت على أحد البرامج وتكلموا على أن هناك أربعة من الخبراء الإيرانيين تم استهدافهم في محافظة البيضة كانوا يدعمون الجماعات الحوثية في مواجهات الجيش الوطني فنحن نتكلم على مواجهة الطهران الحوثي هو ذراع صحيح استطاع أن يخترك في بعض الأحيان صحيح أنه أصاب بعض المواقع الحساسة في المملكة ولكن يتم التعامل معه وهي حرب يعني في ظل وجود دفاعات جوية وحتى يعني أعظم الدول يكون هناك اختراقات ولكن هذه الاختراقات يتم التعامل معه استاذ إخبيبات وليل العرب السعودي كان سابقا قد صرح بأنه إذا اضطر الأمر سينقل المعركة إلى داخل إيران ولكن المتابع لتطورات الملف اليمني منذ أربع سنوات قوات التحالف العربي أعلنت أنها ستنهي هذه المعركة خلال أسابيع وانتد الموضوع لأربع سنوات وربما خمس سنوات وازداد الحوثيون قوة وبدل من أن تنتقل المعركة إلى الداخل الإيراني ها هي في الداخل السعودي ما تعليقك؟ لا يمكن ما وافقك بأن المعركة في الداخل السعودي لأن هذه مجرد عمليات إرهابية لا تندرج تحت عمليات عسكرية ولكن خلينا نرجع على النقطة التي تكلمت عنها نقل العمل العسكري إذا اضطرنا إلى طهران ترى في خطابة أمس سمو ولي العهد قريت أنت اللقاء مع جريدة الشرق الأوسط تحدث بأنه لا إمكانية احتمال وجود تهديد ضمن حدود المملكة العربية السعودية فالعمل مستمر العمل فيه هناك تحديات وفيه هناك ظروف ولكن العمل مستمر أما بالنسبة لإيران انظر لوضع إيران الآن فالحرب هي ليست فقط عمليات عسكرية هناك وانت أدر أستاذ محمد بالشيء ذا هناك عمليات اقتصادية سياسية العزلة التي هي فيها إيران لا يهم كل اجتماع اللي حضره قبل أمسه حضر فخامة الرئيس وبمجموعة من الرؤساء إنما هو تواجد إيراني للاستنجاد لعله وعسى هذا أولا ثانيا انظر إلى الوضع الاقتصادي الإيراني يعني أنا ما تمنى ما يحصل للشعب الإيراني فهو شعب مسلم ودولة جارة ولكن عندنا مشكلة مع هذا النظام الذي يريد كما تحدثنا دائما وأبدا تصدير الثورة وأحداث الفوضى في المنطقة هذا النقطة الثانية انظر إلى النسيج الاجتماعي داخل إيران نفسها يمكن ما تتحدثون حضرتك عنها ترى هناك البنية التحتية والنسيج الاجتماعي هناك غليان في الشارع الإيراني فالحرب ليست بالضرورة تكون عسكرية وهذا تعاون مع المجتمع الدولي وليس فقط لاستهداف إيران لأن إيران تهدد المنطقة لا إيران تهدد الدول تهدد العالم يعني آخر نقطة آخر نقطة لو استمرت إيران في عملها هذا والتدخل في الدول العربية والدول المجاورة لم تدت الثورات وقامت هناك حروب ولا تأثر بها العالم أجمع لذلك أنا من هنا من منبركم الكريم أحث الدول ومجتمع الدولي لإيقاف هذا النظام وتعديل سلوكه من التدخل في الدول العربية والدول المجاورة في المنطقة الآن وفي ظل تصاعد الهجمات الحوثية على مواقع حساسة في المملكة العربية السعودية إلى أين تسير الأمور اليوم في العمليات العسكرية هناك عمليات نوعية منذ تم استهداف مضخات النفط والسفن يعني السفن في الشارقة وكذلك مطاربها هناك عمليات نوعية عسكرية دائما نرى وأبدا أن هناك عمليات نوعية تستهدف الورش تستهدف المصانع تستهدف إعادة بناء القوة يمكن ولله الحمد وهذه حرفية من دول التحالف لم تكن ظاهرة على الإعلام ليش؟ لأنه لم يتم استهداف مدنيين وهذا شيء يشاد فيه لقوات التحالف إنما العمل العسكري مستمر ضرب مواقع في صنعة ضرب القواعد العسكرية مستمر محاولة إضعاف الحوثي أيضا العمليات الاستخبارية إعادة تقييم الموقف اليوم يعني يقول لك في الحديدة ترى هناك الأمور تكاد أن تبدأ مرة أخرى العمليات العسكرية الواء العمالقة الآن يعني اكتفى بعدما سمعنا اليوم خطاب السيد مارتن غريفث والسيد لوكوك فيما يخص الوضع الإنساني في اليمن فأنا برأيي أنه هناك يبدو يبدو لي أنا في المشهد سوف تعادل عمليات العسكرية نظرا لما رأينا من بعض التخاذل السياسي في الموقف الدولي أنا أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من الرياض الخبير الاستراتيجي السعودي الأستاذ محمد لقبيبان شكرا لك إلى السودان حيث طالبت سبع كتل سياسية سودانية منضوية تحت اسم تنسيقية القوى الوطنية طالبت بتشكيل حكومة تصريف أعمال من التكنقراط وتنتهي مهامها مع إجراء انتخابات عامة في البلاد يأتي هذا فيما نشرت قوى الحرية والتغيير خطة للتصعيد الثوري خلال الأيام المقبلة من جانبه طالب زعيم حزب الأمة الصادق المهدي بتشكيل هيئة تكون الوسيط الوطني الرئيس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في موكب من المتحفظين عليه يظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير لأول مرة منذ أطاح به الجيش إثر حراك شعبي رافض لثلاثة عقود من حكمه لا راقصا كمعتاد ولا مبتهجا بجمعه وإنما متهما بقضايا فساد وكسب غير مشروع تم توجيه تهم له تحت المواد خمسة وتسعة من قانون تظيم التعامل بالنقضة الأجنبي الرقص اليوم لغيره ممن يحاول تبرئة ساحته في المجلس العسكري من دم المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطم أحدث الروايات تقول إن ما حدث ليس سوى فخ نصب لقوة التدخل السريع تلك التي يقودها نائب رئيس المجلس محمد حمدان حمدتي من توعد الواقفين وراء الأمر بحبل المشنقة كلام نعتبره البعض متناقضا مع تصريحات للمجلس تهمت عناصر نظاميين بالاجتهاد في غير ما أردته قيادتهم أثناء عملية استهدفت منطقة كولومبيا أما ما يريده العسكري وفق الأخير فالانتقال بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة وليس من سبيل لذلك يضيف حمدتي سوى بالاستفادة من دروس ما حصل حول السودان نافيا أي رغبة له أو لزملائه في السلطة لكنه في الآن ذاته يرفض تسليمها لقوى التغيير ذلك أنها تريد إنشاء سلطة تشريعية غير منتخبة تستبعد المجلس لأننا نحن أصلا ما مختلفين نحن أصلا ما مختلفين نحن جماعة السورة المجيدة دي نحن شركاء حقيقيين فيها الشباب القبال غيروا عمر البشيد نحن شريكين معهم شراكة حقيقية في هذه الأثناء كان رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان يستقبل أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي أظهر رضاه عما استمع إليه أثناء لقاء سلم خلاله البرهان رؤية الجامعة للحل في السودان طرحت عليه من جانبي رؤية الجامعة العربية بكل وضوح وأن الهدف الجامعة العربية هو تأمين الاستقرار والتوصل إلى توافق داخلي أما قوى إعلان الحرية والتغيير السعية لإثبات وحدة خيارتها فإنها تبرت الإعلان عن حكومة من طرف واحد خطوة ستعقد المشهد وهو من وجهة النظر هذه خرق لاتفاقها مع المجلس الذي ترفض التفاوض معه مباشرة للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة من باريس الأستاذ محمد الأصباط الصحفي والباحث السياسي أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد أستاذ محمد ضمن أي إطار تأتي هذه المطالبة من سبع كتل سياسية سودانية بحكومة تصريف أعمال تكون من التكنقراط في الحقيقة أن هذه الكتلة السياسية هي تضم الأحزاب السياسية التي كانت شريكة لنظام المخلوع عمر البشير حتى آخر أيام حكمه وكان أقلب أعضاء هذه الأحزاب مشاركون في آخر حكومات المخلوع عمر البشير ولذلك ليس غريبا أن يأتوا بهذه الخفة السياسية وقبل أن تجي في دماء الشهداء وقبل أن يتم التحقيق في مجزرة 29 رمضان أن يطالبوا بتشكيل حكومة هذا أمر طبيعي لأنهم اعتادوا على الاستوزار مع الدكتاتور ويريدون أن يلتحقوا بديكتاتور آخر يظنون أن ثورة الشعب غامت من أجل إزاحة الدكتاتور والغبول بديكتاتورين إلى أي درجة يعطي هذا الأمر تلميحا للمتابعين أن المعارضة السودانية منقسمة يا سيدي أولا التوصيف هناك مشكلة في المصطلح ليس معارضة المجلس العسكري ليست حكومة المجلس العسكري كان عبارة عن اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير قامت السورة لو سمحت لي أستاذي دعني أضبط المصطلح المجلس العسكري ليست حكومة المجلس العسكري هو شريك مع السوارة الذين طاحوا بعمر البشير قبل هذه الإطاحة كانوا مجرد ضباط في اللجنة الأمنية للمخلوع عمر البشير وبالتالي ليس هناك ما يعطيهم صفت أن يكونوا حكومة وأن يكونوا الآخرين معارضة هذه الصفة ليست مضبوطة. أما هذه الأحزاب لا يمكن أن نصفها بأنها معارضة. لأنها كانت مؤيدة لعمر البشير. سواء كان المؤتمر الشعبي أو غيره من الأحزاب حزب مبارك الفاضل المهدي أو كل هذه الأحزاب. كانت شريكة للمخلوع البشير طوال حكمي. حتى لحظة ثورة الشعب عليه. وبالتالي لا يمكن أن نصفها بأنها معارضة. حتى هذا الأحزاب ليس عادلا. هل جاءت التنصيق مع المجلس العسكري إذن هذه المطالبة؟. من أجل الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير. عفوا. هل جاءت هذه المطالبة من هذه الكتل بالتنصيق مع المجلس العسكري؟. وبدأ واضح أن المجلس العسكري يريد أن يسرق ثورة الشعب السوداني. ويحاول أن يلتف عليها. ويحاول أن يبحث عن حاضنة شعبية. عن طريق تحشيد بعض غازة الغبائل من البسطاء والسزج بتوفير الأموال. وترحيلهم من مكان إلى مكان. وتوفير الطعام ودفع الأموال. وفي هذا السياق جاءت تحشيد من أحزاب سياسية اتسمت بالخير. حسد بأنها خارج المشهد السياسي بعد صغوط المخلوع عمر البشير. الذي كانوا يدعمونه حتى آخر لحظات وجوده. وبالتالي هذه واحدة من ألعاب المجلس العسكري المحاولة للاتفاف على ثورة الشعب. ولكن من رابع المستحيلات أن يسمح الشعب السوداني بعد إضاحته بعمر البشير. بعد كل هذه التضحيات. بعد كل هذه الدماء. أن يسمح بأن يحكمه عسكريون. هذا الأمر لا يستقيم عقلا. طيب أستاذ محمد. قوى الحرية والتغيير نشرت خطة للتصعيد الثوري. ما هي أبرز بنود هذه الخطة؟ هي خطة واضحة ومفزولة ومعلن عنها للتصعيد السوري للمخاطبات الجماهيرية. للتبشير بما دار وما يدور. وتبليغ جماهير الشعب السوداني بالمخاطر المحدقة بالبلاد. في حال استئسار المجلس العسكري بالسلطة. والانقلاب على ثورة الشعب من خلال المظاهرات الليلية ووقفات احتياجية للمهنيين والحرفيين والموظفين والعمال. وإرسال رسالة إلى العالم بأن ضمير الثورة ما زال حيا. وسيظل حيا إلى أن تبلغ هذه الثورة غايته. هذه ليست انتفاضة أو هبة تهدف بتغيير حاكم عسكري بمجموعة حكام عسكريين. هي ثورة شعبية لديها أهداف واضحة. إعلان الحرية والتغيير. إعلان واضح المعالم يريد أن ينتقل بالسودان إلى دولة مدنية. إلى دولة مؤسسات. إلى ديمقراطية حقيقية. وبالتالي يأتي التزعيد في هذا السياق. زعيم حزب الأمة الصادق المهدي كان قد تحدث وطالب بتشكيل هيئة تكون الوسيط الوطني الرئيس. ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. إلى أي درجة ترى أن التطبيق هذا ممكن. السيد الصادق المهدي. الإمام الصادق المهدي. هو رجل سياسي مخضرم ويجد احترام واسع من السودانيين. ودائما يحاول أن يبحث عن تمييز نفسه عن الآخرين. بتقديم بعض التصورات قد يقبلها الناس وقد لا يقبلها. ولكن لا أعتقد أن من الحكمة أن تكون جزءا من تحالف. وهو حزب الأمة جزء من تحالف الحرية والتغيير. وأن يريد أن يميز نفسه ليكون وسيطا. هذا الأمر لا يتسق عقلا. ولا يتسق حكمة. الوسيطة الوحيدة المتاحة الآن هي الوساطة الأسيوبية. وقوة الحرية والتغيير قدمت اشتراطات ابتدائية للمجلس العسكري. والمجلس العسكري يراوق ويلعب بالوقت. ويريد أن يفرض نقص الحاكم على السوداني. كما قلت أنت سيد محمد. المجلس العسكري يراوق ويحاول كسب الوقت. فبرأيك هل نجح فعلا في كسب الوقت وفي تمييع الجماهير في الشارع؟ لا لن يستطيع أن يميع الجماهير لأن هذه السورة هي سورة الجماهير. هناك أكثر من مية وعشرين شهيد. هؤلاء الشهداء لديهم أسر ولديهم رفاق ولديهم زملاء ولديهم أصدقاء. وهناك جرحة أكثر من خبسمائة جريح وهناك مفقودين. لا يمكن أن تموت هذه الجزوة بهذه الألعاب البسيطة المتواضعة التي فشل فيها المخلوع البشير على مدى سلاسين عاما. وبالتالي لن تنجح بكل تأكيد. وسيصيبها فشل زريع. وما أثبت ذلك المظاهرات الليلية التي بدأت تنطلغ منذ أمس الأول. والتي يشارك فيها المئات في الأحياء. في مختلف أحياء الخرطوم. وستنتظم مختلف مدن وأحياء السودان لكي يبلغ السودانيون المنس العسكري بأنهم لا يمكن بعد كل هذه التضحيات أن يقبلوا بحاكم عسكري بديلا لحاكم عسكري أطاحوا به. أنا أشكرك شكرا جزيلا من باريس محمد الأصباط الصحفي والباحث السياسي. شكرا جزيلا لك. مشاهدين المجالي أستمر معكم. ولكن بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا. قالت وزارة الدفاع التركية إن قوات النظام السوري استهدفت نقطة المراقبة التركية في المنطقة الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأوضحت الوزارة أن قوات النظام المتمركزة في منطقة تلبازان استهدفت نقطة المراقبة التركية بالمدفعية وقذائف الهون. وإن أنقرة تعتقد أن هذا الاستهداف كان متعمدا. وأكد البيان أن القوات التركية المرابطة في المنطقة ردت مباشرة على القصف عبر أسلحتها الثقيلة. إدلب لا تزال تعيش على وقع تصعيد مستمر لم تجد معه محاولات العودة إلى التهدئة. فمع فشل قوات النظام والميليشيا الداعمة لها في التقدم ميدانيا وتكبدها خسائر فادحة أمام قوة المعارضة، لم تجد تلك القوات سوى قصف أهداف مدنية ليسقط قتلى وجرحى. خروقات متكررة من قوات النظام أنهت عمليا اتفاق خفض تصعيد الموقع برعاية روسية تركية. تصعيد لنظام في إدلب طال حتى نقاط المراقبة التركية المنتشرة في المحافظة وفق اتفاق خفض التصعيد. حيث استهدفت قوات تابعة لنظام الأسد محيط نقطة المراقبة التركية رقم عشر بقذائف صاروخية ليأتي الرد مباشرة من الجيش التركي الذي استهدف فورا هذه القوات. أنقر على لسان وزير خارجيتها مولود شاوش أغلو حملت روسيا وإيران مسؤولية لجم النظام السوري. وشددت شاوش أغلو على أنه لا يمكن التسامح مع تحرشات النظام السوري بجنودهم في نقاط المراقبة التركية بمحافظة إدلب شمالية سوريا. نرى أن النظام السوري استهدف نقاط مراقبتنا في الأيام الأخيرة تماما مثل ما فعل الإرهابيون في عفرين ومثل عمليات تنظيمي بي كي كي وواي بي جي الإرهابية. ونحن مثل ما لم نسمح بتلك الهجمات فلا يمكننا السماح بهجمات النظام وسنوقفهم عند حدهم وعلى الجميع أن يعرفوا حدودهم. مسؤولية غائبة للضامنين الروسي والإيراني ومخوف من تكرار سيناريو الغوطة الشرقية وحلب. لكن إدلب ستكون الكارثة الإنسانية المروعة وفق تقديرات الأمم المتحدة. المحافظة التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين شخص شهدت نزوح مئات الآلاف منذ موجة التصعيد الأخيرة. فيما تحذر التقارير الأممية من أن نحو مليون شخص قد يلجأون إلى تركيا إذا استمرت المعارك. أما أنقرة فتسعى جاهدة للعودة إلى تفاهمات سوتي وخفض التصعيد في محاولة لإنقاذ اتفاق سيؤدي انهياره إلى كوارثة جديدة قد تضرب المنطقة برمتها. للوقوف على آخر التطورات ينضم لنا من الحدود التركية السورية مراسل تيارتي عربي أحمد سعيد. أهلا بك أحمد. أحمد ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية في المناطق الحدودية ومناطق المعارك خصوصا في إدلب وحمع. نعم محمد. فيما تعلق بها التطورات الميدانية عمليات القصف من قبل قوات النظام المدفعي والصاروخي. ما زالت متواصلة على مناطق ريفي إدلب الجنوب وكذلك حما شمالي. وطيرة القصف الجوي يمكن القول على الأقال خلال الساعات الأخيرة بأنها انخفضت بشكل كبير. ولم تسجل عمليات قصف على غرار ما جرى خلال الأيام الماضية من عمليات قصف جوي وأسراب لطائرات الحربية والمروحية. تتناوب على قصف تلك المناطق. بالمقابل أيضا عمليات الكر والفر بين المعارضة والنظام أيضا مستمرة على جبهات القصابية وكذلك ريف حما شمالي. وأيضا فيما يتعلق ببلدة أو قرية تلملح التي يحاول النظام بشكل مستمر استعادة السيطرة عليها. لكنه يفشل كما حصل أيضا مؤخرا من عملية عسكرية أطلقها في محاول استعادة هذه المناطق تلملح وكذلك الجبين. لكنه أيضا فشل وانسحب مجددا إلى المناطق الجلمة وما بعدها. طيب أحمد من خلال متابعتك هل ترى أن هناك خططا واضحة لدى المعارضة المسلحة للتعامل مع هذا التصعيد الكبير من قبل قوات النظام؟ يعني بالتأكيد فصال المعارضة أعلنت بأنها بدأت بستراتيجية واضحة هي إيقاف زخم عمليات النظام في جبهة من خلال فتح جبهات أخرى تكون بعيدة عن عمليات التحشيد. ونجحت في فتح جبهة جديدة من بلدة كفرزيتة وتل حصراية باتجاه مناطق الجبين وكذلك تلملح. ونجحت بقطع طريق ستراتيجي يعتبر بين مناطق المعارضة تحديدا طريق محاردة الإسقيلبية. ومن ثم أربكت النظام في هذه المنطقة. ومن ثم تحولت أيضا بعد أن نجحت في تثبيت مواقعها في هذه المنطقتين إلى عمليات استنزاف من خلال استهداف آليات وكذلك تجمعات لقوات النظام بسلاح سواء كان بصلاح المضاد للدروع. وكذلك عمليات القصف الصاروخي لمطار حمال عسكري. أو المواقع التي تقدم عليها النظام نتحدث عن مناطق سواء كان في القصابية كفرنبودة قلعة المضيق. والقرى التي أصبحت خط تماس بين فصائل المعارضة والنظام. بهذه ستراتيجية تحاول أن تسيطر أو تحافظ على الزخم الذي أطلقت خلال العملية السابقة. لكن الواقع الميداني يقول بأن التحشيدات العسكرية للنظام بدأت تتزايد أيضا خلال يومين الخيرين. نتحدث عن فرقة 14 وصلت إلى حماة. ربما أيضا يؤشر لعمل عسكري قادم للنظام على هذه المناطق. طيب أحمد حدثنا بشأن نقاط المراقبة التركية التي تعرضت للقصف من النظام السوري. كيف كان الرد من قبل القوات التركية على ذلك؟ يعني عمليات القصف تكررت في أوقات سابقة على نقاط المراقبة. سواء كانت التاسعة أو العاشرة للجيش التركي في مناطق خفض التصعيد. يوم أمس بعد أن تم استهداف نقطة المراقبة التاسعة. مباشرة تم تدخلت المدفعية التركية في قصف مناطق لقوات النظام. نتحدث عن قرى الكريم وكذلك التلبزام. هذه المناطق تعتبر مراكز قوة وكذلك نقطة انطلاق لقوات النظام في استهداف. ليس فقط نقطة المراقبة التركية. وإنما أيضا في النقاط أو المناطق القريبة منها نتحدث عن مورك كفارزيتا والهطامنة. بالتالي عملية القصف والرد التركي تأتي ترجمة سريعة لتصريحات سياسية خرجت من رئيس التركي رجل طيب أردوغان. وكذلك وزير الخارجية مولد شاو شغلو بأن عمليات استهداف النقاط التركية لن تمر دون رد. وهذا ما ترجم على أرض الواقع. اليوم لم تسجل عمليات استهداف لهذه النقاط بعد أن كان هناك رد من قبل المدفعية التركية كما ذكرت يوم أمس. من الحدود التركية السورية مراسلنا أحمد سعيد. أشكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى أهم الأخبار الإقليمية باختصار. استنكرت شبكة الصحفيين السودانيين عمليات الفصل الممنهجة في المؤسسات الإعلامية الرسمية. حذر المبعوث الأممي لليمن مارتين جريفث من الخطر الذي تمثله التوترات الإقليمية على العملية السياسية في اليمن. كما حذر ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية من احتمال البدء بتعليق المساعدات الغذائية في اليمن. بسبب تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة. صرح قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح أن الأزمة الاقتصادية في البلاد كانت بسبب الفساد ونهب المال العام وسوء الإدارة. أعلنت مؤسسة النفط الليبية السيطرة على حريق اندلع قرب خزانات غاز للنفط المسال في طرابلس. وتفادي وقوع كارثة إنسانية وبيئية. مصر تعوض إسرائيل نصف مليار دولار بسبب انقطاع الغاز قبل أكثر من ست سنوات. بسبب هجمات تعرض لها أنبوب الغاز الناقل في شبه جزيرة سيناء. ونائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تدعو إلى فرض القانون الإسرائيلي على 60% من مساحة الضفة الغربية. هو عالم في مجال الفيزياء وبرلماني وسياسي. ويعد أول رئيس المنتخب لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. إنه الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي وافته المنية اليوم أثناء جلسة محاكمته. محطات بارزة خلال مسيرته العملية والسياسية نتعرف عليها في التقرير التالي. محمد محمد مرسي ولد عام 1951 في قرية العدوى مركز هيهيا بمحافظة الشرقية. درس في مدارس محافظة الشرقية ثم انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية حيث حصل على باكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة. وحصل كذلك على الماجستير في هندسة الفيزيات من جامعة القاهرة وبعدها نار الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا. وعمل أستاذا محاضرا في جامعة كاليفورنيا الأمريكية لمدة ثلاث سنوات. كما قام بالتدريس في جامعة نورث ريج ولوس أنجلوس وله عشرات الأبحاث في معالجة أسطح المعادن. وبسبب خبرته في التعدين والفريزات عامل للصالح وكالة ناسا للفضاء. عام 1992 اختير عضوا بالقسم السياسي بجامعة الإخوان المسلمين في مصر. وبعد ثلاث سنوات ترشح الانتخابات مجلس الشعب. وتمكن من الدخول إلى البرلمان لأول مرة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2000. وشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للجماعة. وعشية تظاهرات الخامس والعشرين من يناير عام 2011 اعتوق إلى محمد مرسي مع العشرات من كوادر الجماعة. بعد الإطاحة بحسن مبارك أنشأت جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة. واختير محمد مرسي رئيسا للحزب في الثلاثين من أبريل عام 2011. وبعد عام تقريبا من توليه رئاسة الحزب. تمكن محمد مرسي من الفوز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الرابع والعشرين من يونيو عام 2012. ليتولى منصب رئيس جمهورية مصر العربية كأول رئيس مدني منتخب لها. وبعد عام فقط من توليه سدة الحكم في البلاد. وعلى واقع مظاهرات مناوية له. قاد وزير الدفاع عبدالفتاح سيسي انقلابا عسكريا ضد الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013. وبعد أربعة أشهر من الإخفاء القصري. ظهر الرئيس محمد مرسي في المحاكمة فيما عرف بقضية أحداث الاتحادية. جرى التهام الرئيس محمد مرسي في ست قضايا. وحكم عليه في أربع منها باستجن لمدد تجاوزت ثمانية وأربعين عاما. وفي السابع عشر من يونيو عام 2019 توفي محمد مرسي إثر إصابته بنوبة قلبية في إحدى جلسات محاكمته بعد سجنه قرابة ست سنوات. إلى المجال الرقمي وآخر ما تدوله رواد المنصات الرقمية لهذا اليوم معك رشا. ومن المؤكد أن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي حازت على النصيب الأكبر في وسائل التواصل. بطبيعة الحال ومن هنا البداية محمد. إذن البداية من مصر ووفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي ضجت بوفاته المنصات الرقمية. فتصدر للترند الأول والثاني عالميا بلغتين العربية والإنجليزية. ترحم الناشطون على الرئيس المصري السابق فقد توفي أول رئيس منتخب في تاريخ الجمهورية المصرية. أما عن الحبس الانفرادي فهو جريمة. والإهمال الطبي ومنع الزيارات جريمة أيضا وسط مطالبات بمحاكمات عادلة. وبعد تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوهان الذي قال فيه إن مرسي مات شهيدا بعد ست سنوات من الاعتقال. غرض ناشطون عبر هاشتاغ مرسي شهيدا. معتبرين أن مرسي بات حرا ومات مكرما على عروش قلوب أبناء الأمة. آخر حذر من أن جميع السجناء السياسيين في مصر في خطر. فإذا تركوا رئيسا ليموت ما بالكم بالآخرين؟ أما مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش. فغردت قائلة إن وفاة مرسي أمر فضيع لكنه متوقع نظرا لفشل الحكومة المصرية في سماح له بالعناية الطبية الكافية. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني نعى مرسي متقدما إلى عائلته وإلى الشعب المصري بخالص العزاء. ناشطون نشر فيديو قديم لمرسي يتحدث فيه عن كيفية الحفاظ على الثورة قائلين بأنه أوفى بوعده لها وللشعب. إزاي نحافظ على الثورة؟ إزاي ما تتسريش مننا الثورة؟ أنا قدامكم. ثورة 25 يناير وتحقيق أهدفها كاملة والحفاظ على الشرعية تمن الحفاظ عليها حياتي. حياتي أنا. أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم. أنا عايز أحافظ على الأطفال. ولدنا اللي حييجوا يكبروا بعدنا. أنا عايز أحافظ على البنات. حيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا أولادهم إن أباهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الضيم ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنيا أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم. وإلى السودان والظهور الأول للبشير بعد أن تم عزله. فقد أعلنت النيابة بعد التحقيق معه في تهم تتعلق بالفساد المالي. وقد ظهر أثناء نقله من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد تحت إجراءات أمنية مشددة. تعليقات رواد المنصات الرقمية تنوعت. فمنهم من وجد في الصورة إذلالا. ومنهم من وجد البشير وكأنه خارج من فندق خمس نجوم وليس من السجن. وهناك من كانت نظرته أبعد متناولا تشخيص الخاطئ للأزمة وتلخيصها بالبشير. فيما تحدث آخر عن أن المحاكمة كان من المفترض حصولها حين كان البشير في الحكم وليس بعد عزله. مناظرة تاريخية بين المرشحين لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بين علي الدرم وأكرم ماموغلو. شغلت هذه المناظرة الشعب التركي وضجت المنصات الرقمية بأقوال المرشحين. فما أبرز ملفات التي تنويتها المناظرة فالنتابع. ما أبرز ملفات؟ 16 عزيان 2019 pazar. بلدية تاريخي من الأكبر وضجت المناظرة. بلدية تاريخي من دنوط تاريخي من دنوط تلخيصي. أكبر ترمليات تاريخيات تاريخية بين المناظرة. موسيقى السابع عشر من يونيو هو اليوم العالمي لمكافحة تصحر والجفاف وموضوع هذا العام حسب الأمم المتحدة لننمي المستقبل معا في خطوة لتعزيز الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر فكل خمس ثوان يتأكل من التربة ما يعادل ملعب كرة قدم وفقدان التربة لا يمكن تعويضه والأشجار تسهم بشكل كبير في الحماية ضد التصحر إضافة لكونها مصدر رزق تقليدي للبلدان التي تنتشر فيها لسيما في حدود الصحراء الكبرى في المغرب ورئيس التركي رجب طيب اردوهان أكد أن حل مشاكل التصحر والجفاف يكمن في التعاون والتكاتف بين البشرية جمعاء وإلى جولة نستعرض فيها بعض الفيديوهات الأكثر انتشارا في المناصات الرقمية لهذا اليوم والبداية من سوريا ومشهد جديد وممكن لإنقاذ طفلة من تحت الأنقاذ في مدينة معرة النعمان بعد قصف من قوات النظام السوري مدعوما من الطيران الروسي طال منازل المدنيين فلو شاهد ترجمة نانسي قنقر وفي هونغ كونغ المظاهرات الحاشدة لا تزال مستمرة واللافت هو الوعي الجماعي الذي يتحل به المتظاهرون هناك فلنشاهد ماذا حصل حين اقتربت سيارة إصعاف من المكان ترجمة نانسي قنقر نهاية المجال الرقمي لهذا اليوم وعودة إليك محمد شكرا لك رشا أملآن فإلى أهم الأخبار الدولية باختصار قال الرئيس الفرنسي أن جميع أشكال التصعيد في منطقة الخليج ليست في الاتجاه الصحيح وإن بلاده ستعمل على توفير مزيد من فرص الحوار أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية كشف مركز شبكات الزلازل الصينية أن انفجارا كان وراء هزة أرضية خفيفة في منطقة قرب الحدود مع كوريا الشمالية أعلنت سلطات نيجيرية ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي وقع في ولاية بورنو شمال البلاد إلى ثلاثين قتيلا واثنين وأربعين جريحا أطلقت السلطات في هونغ كونغ صراحة جوشوى وونغ الزعيم الطلابي الذي تحول إلى رمز لحركة المظلات الاحتجاجية من أجل الديمقراطية في العام 2014 قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا قوته ست درجات وعشرية درجة وقع في شرق أندونيسيا دون التأكد من الخسائر البشرية والأضرار وصرح معهد ستوكولم أن إسرائيل تملك ثمانين إلى تسعين رأسا نووية رغم تكتمها على قدراتها النووية كونها محجبة وترسم فن لغرافيتي كان أمرا لافتا إنها الفنانة التركية ميس التي تعرضت لبعض الانتقادات السلبية كون الصورة الدينية أن مثل هذه الفنون مرتبطة بغير المحجبات لكن لوحاتها على الحيطان التي أظهرت فيها احترافية عالية جلبت لها الاحترام والتقدير حتى ممن كانوا ينتقدونها قصة فنانة لغرافيتي التركية ميس هي قصتنا لليوم في البداية تعرضت للانتقاد بسبب ملابسي ولأنني أرتدي الحجاب لكن الناس أدركوا أنني محترفة وبدأوا يدعمونني البعض كان يدوين تعليقات سلبية عني في مواقع التواصل الاجتماعي مدعين أنه من الغريب أن تقوم امرأة محجبة برسم الغرافيتي كنت أجيبهم بأن الحجاب ليس عائقا أمام المرأة لتعمل فيما يعجبها أحب الغرافيتي ولا تؤثر التعليقات السلبية عليه بمجرد أن انتهي من لوحة غرافيتي فأول ما أعمله هو البحث عن الأخطاء التي ارتكبتها كي يتحسن أدائي في المرة القادمة ثم أدرك أن ما صنعته هو شيء رائع وأنني أنجز عملا أحبه بهذا وصلنا إلى ختام مجالنا الإخباري لهذا اليوم دمتم دائما في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة